بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم أخواتي الفاضلات أهلا وسهلا بكم اليوم بحول الله مراجعة للغة العربية لأبناء تلاميذ سنة ثانية من خلال دراسة نص أبدأ أولا بقراءة النص ذهب طارق إلى حديقة قريبة كي يتنزها ويجمع باقة من الأزهار فرأى نحلة تطير من زهرة إلى أخرى فجرى وراءها من مكان إلى آخر ظنى أنها لا تعمل عاد طارق إلى البيت وقال لأمه ليتني مثل النحلة تعيش من غير عمل ولا جد تطير في كل مكان فرحة سعيدة فقالت الأم أنت مخطئ يا بني فالنحلة تعمل جاهدة طوال النهار ولا تفكر في الراحة فهي تجمع العسل لتكون ليكون شفاء للناس إذن نص بسيط مفهوم كلمات كلها واضحة نقرأه مرتين على الأقل ثم نبدأ بقراءة الأسئلة إلى أين ذهب طارق؟ في بداية النص أخبرنا كاتب النص أن طارق ذهب إلى حديقة قريبة ماذا قال طارق لأمه؟ قال طارق ماذا أخبرها عندما عاد؟ عاد فأخبرها أنه رأى نحلة وأنه تمنى أن يكون مثل النحلة التي لا تعمل لأنه ظن أن النحلة لا تعمل استخرج من النص استخرج من النص مرادفات وأضداد الكلمات المرادفات هي التي تحمل نفس المعنى نفس المعنى الأضداد هي عكس المرادف ماذا لدينا؟ لدينا مرادف كلمة ركذا ركذا ومرادف كلمة رجحة ركذا ماذا نقول رأيت ولدا يركض مسرعا أو يجري ركذا هي يجري أين هي في النص؟ فجرى ركذا جرى لدينا رجع نقول رجع أبي إلى المنزل أو عاد أبي إلى المنزل هي عادة وهي هنا في النص عادة طارق للبيت عادة ماذا لدينا الآن؟ لدينا الأضداد الأضداد ما هي لدينا؟ بعيدة بعيدة شيء بعيد عكسه هو شيء قريب أو ضده هو شيء قريب لدينا حزينة عكسها سعيدة ماذا لدينا؟ لدينا التمرين الثاني رتب هذه الكلمات في الجدول لدينا بعض الكلمات وأعطانا جدول الخنات التي في الجدول ماذا يوجد بها؟ ليوجد بها فعل وإسم وإسم إشارة أنتم الآن أبناء تفرقون بين الإسم والفعل نحن نعرف أن الكلمة مكونة من إسم وفعل وحرف هذه أنواع الكلمة الفعل هو الذي ماذا قلنا؟ هو عبارة عن عمل ويقبل حروف المضارة الإسم يقبل ألف التعريف هنا ماذا لدينا؟ كتاب أنا الآن أكتب أنا كتبت إذن هذا فعل كتب لدينا هذا هذا ما هو؟ أقول هذا أشير هكذا بإسبع وأقول هذا ولد مؤدب هذا ولد مؤدب هو إسم إشارة وأيضا هؤلاء أقول هؤلاء التلاميذ مجتهدون هؤلاء الآن لدينا غرست 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 هي غرست أنا غرست نحن غرسنا إذن هي فعل غرست ماذا لدينا؟ جمع هو جمع أنا جمعت نحن جمعنا أنت جمعت هي إذن فعل نحلة أقول نحلة والنحلة هي إسم إسم للنحلة نحلة عفوا عفوا أخلط إذن هنا نكتب إسم إشارة وهنا إسم الأسماء هنا هنا إسم هذه الخانة خاصة بالإسم نحلة وهنا الأم أيضا هي إسم الأم إذن هنا إسم إشارة إسم إشارة إسم إشارة قلنا هذا وهؤلاء من أسماء الإشارة من الأسماء نحلة والأم وكتب غرست وجمع هذه أفعال هنا يعطينا هذا السؤال أكمل حسب المنوال أكمل حسب المنوال ما معنى أكمل حسب المنوال؟ أكمل حسب المنوال معناها أكمل حسب المثال هو يعطيكم مثال تقرؤونه جيدا ثم تكملون الجمل حسبه أنت تفوز بالجائزة أنت تفوز بالجائزة عندما نقول أنت ماذا نقول؟ نقول أنت ماذا؟ تفو زين أنت أنت تفوز هنا أنت رتب في الأمر رتب هذه رتب أدواتك أقول أنت كيف نكتبها أنت هل نكتبها رتبي هكذا هل نكتبها هكذا رتبي لا رتبي هنا في فعل الأمر دائما دائما نضيف الياء للمؤنث لأنت لضمير المؤنث المفرد نقول أنت رتبي أنت إجمعي أنت أدروسي أنت إقرائي وهكذا هنا أيضا هنا لاحظوا قال لنا فقط أكمل أعطانا جملتين الماء عذب الحقيبة ثقيلة وأعطانا ما ثم فراغ ثم علامة ما هذه العلامة هذه العلامة علامة تعجب إذن أحول هذه الجملة إلى سيغة تعجب أحولها إلى سيغة تعجب عندما أرى شجرة طويلة جدا ماذا أقول أقول هذه شجرة طويلة وإذا أردت أن أجعلها في سيغة تعجب ماذا أقول ما أطول هذه الشجرة ما أوسع هذا البحر ما أكبر هذا الفيل هذه سيغة تعجب إذن الماء عذب ما أعذب الماء وهنا الحقيبة ثقيلة ماذا نقول ما أثقل الحقيبة إذن هكذا أبنائي نكون أنهينا لنا هاليوم بحول الله نلتقي في فيديو آخر أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل تمنياتي للجميع بالتوفيق في أمان الله موسيقى موسيقى